اهلا اهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد ههههههه كل سنة وانتو طيبين وعيد اطحى مبارك عليكو يا ربي يا ربي يوض عليكو الايام بخير والصحة والسعادة اكيد الكل عايش جو حماسي الايام ديت دلوقتي شغال افضل فترة لمتابعين كرة القدم وهو الملكاتو الصيفي الكل بيسعى لخطف النجوم لتقوية الصفوف كل الفرق ان كان كبير او صغير وطبعا داخل معنا دلوقتي الفرق السعودية لتقوية الدوري السعودي طب ما تيجي نشوف لو جمعنا اغلى تشكيلة موجودة دلوقتي كقيمة سوقية على حسب كل مركز هتبقى التشكيلة بكام وهتبقى شكلها عامل ازاي واحنا نبدأ تصعودي يعني من اللي قمته السوقية اقل فالاعلى 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 ونبدأ تشكيلة باغلى اللاعبين الحاليين يلا بينا نبدأ من جرمى الضيع وقت طويل ونبدأ برقم واحد معنا وهو لعب اسطوري قيمته السوقية خمسين مليون يورو هو الحارس الايطالي حارس باريس سان جرمان الفرنسي دونو روما في الوقت الحالي يعتبر دونو روما اغلى الحراس الموجودين وافضل الحراس وسنه صغير بيتطور يقدر يبقى حلقة قوية فأي فريق يروحه أو أي دور يلعب فيه بجد لعب متميز جدا ويستحق القيمة الموجودة ديت وبالذات سنه الصغير عشان كده دونو روما هيدخل التشكيلة وش معنا تاني لعب معنا وهو ظهير الايمن المجنون اللي بتبلغ قيمته السوقية سبعين مليون يورو المغربي صاحب قطيب الأداء مع منتخب المغرب في كاس العالم لعب باريس سان جرمان أشرف حكيمي أشرف حكيمي فعلا لعب يدل على الاحتراف العربي لعب بيشرف العرب بجد بجد في أي بطولة بيلعب فيها لعب أداءه متطور سنه صغير ولسه يتطور أكتر واكتر ويستحق يكون معنا في التشكيلة أشرف حكيمي عشان الفترة اللي فاتت دات من اللعبة اللي بعتمد عليها معايا الكرت بتاعه مية وطلعتاشر هينزل للتشكيلة بتاعتنا بكل تأكيد تاني واحد معنا الظهير الايصر اللي بتبلغ قيمته السوقية لسبعين مليون يورو وهو الكندي لاعب باير ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيس لاعب فاكل الطاقات لاعب أداءه في الملعب قوي جدا 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 معايا الكرت بتاعه 84 هينزل أكيد أكيد للتشكيلة وبجد منتظرين منه أداء أقوى أداء أحسن في المواسم اللي جاية نعلى بالقيمة شوية ونخش الرابع لاعب معنا لاعب تقدر قيمته السوقية بـ 75 مليون يورو الهولندي لاعب باير ميونيخ الألماني دي لخت لاعب بجد يستاهل كل الدجل اللي حصلت له من كام موسم على مين اللي يقدر يخطفه في فريقه لاعب أداءه رائع جدا مع باير ميونيخ الألماني لاعب بيبقى أداءه حلو جدا مع المنتخب الهولندي لاعب يستحق يكون معنا في التشكيلة وينزل معنا للتشكيلة ومعايا الكارت بتاعه 114 ونروح لللاعب الخامس وآخر اللاعب معنا في الخط الخلفي لتشكيلتنا النهاردة اللي بيقدر قيمته بـ 80 مليون يورو المجنون اللي حرفيا كل تشكيلة بنعملها لازم يكون معنا البرتغالي اللاعب منشستر سيتي الانجليزي بطل السلسية روبين دياس روبين دياس لاعب متفوج جدا أداءه في الملعب بيتطول أداءه قوي جدا يستحق يكون معنا في التشكيلة بشكل أساسي نعلى بالسعر شوية وتتخطى معنا في اللاعب السادس لمية وعشرة مليون يورو الألماني لاعب باير ميونيخ الألماني الرؤع رغم صغر عمره جمال موسيالة هل نبقى متفقين جمال موسيالة كان السبب في الانتفاضة لباير ميونيخ السنة دي وخد الدور الألماني بعد ما كان خلاص هيديع منه في آخر جوالاته بجد جمال موسيالة لاعب متفوق لاعب لو دخل أي تشكيلة هيبقى إضافة قوية لها بس يا رب يا رب اللي في بالي ما يحصل وأداءه ينزل يا ريت السنة الجاية أداءه يبقى أعلى وأعلى وأعلى وأحسن وأفضل بكتير جدا نخش بقى اللي هيبقى جنبه اللاعب اللي أغلى من جمال موسيالة بشوية اللاعب تقدر كيمته السعرية لمية وعشرين ميليون يورو لاعب روسيا دورتمن سابقا وريال مدريد حاليا الانجليزي جود بلينجهام خلاني نبقى متفقين نجوات بلينجهام لا مسيل لمهارته دلوقتي في الملعب لاعب متفوق جدا لاعب رقع جدا شفنا صراعات كتير جدا عليه فرق كتير قوي كانت عايزة تضمه هيكون كلمة سر الريال مدريد استنادي وهيكون كلمة سر لفوز بدوري أبطال أوروبا لو عرفوا يكملوا الصفقات ويكملوا البناء الصحيح ليهم كسفوف بجد لاعب هيكون إضافة قوية جدا جدا وأنا متأكد السنة الجاية هجأ أقولها لكم برضو في فيديو زي ده أنا أقولت لكم بلينجهام هيبقى كلمة سر الريال مدريد وهتشوفوا رغم أن أنا كتالوني بقول أن بلينجهام هيكون كلمة سر المارنجي وهياخد بطولات كتيرة قوي قوي بسبب بلينجهام هينزل بلينجهام الملعب معايا كارت بتاعه أربعة وتمانين نخش بقى لتامن لعب يتساوى قيمته مع قيمة بلينجهام اللي هي مئة وعشرين مليون يورو زميله في المنتخب الإنجليزي لعب نادي أرسنر الإنجليزي بوكايو ساكا هلنبقى متفقين ساكا أداءه غير الغير ساكا أداءه غير الغير مع أرسنر كان من كلمات سرر أرسنر ولسه بصمم على الكلمة دات أرسنر أداءها رائع جدا 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 السنة دي ولو كان في صفقتين بس معاهم في الاحتياطي كان أكيد دلوقتي هيتخطف من منشستر سيتي واحدة من السلسية هي الدوري الإنجليزي أرسنر أداءها كان موفق جدا وساكا كان أداءه رائع جدا بالتأكيد هينزل ساكا معنا في التشكيلة أخيرا لإذكرت ساكا ونزلته نيجي بعد كده للعب اللي بعد ساكا اللعب التاسع البرازيلي سليساو اللي تصل قيمته السوقية لمية وخمسين مليون يورو اللي معانا على طول في أي تشكيلة بنحطها إن كان تشكيلة الموسم تشكيلة دوري أبطال أوروبا في أي تشكيلة بنعملها لازم برضو يكون موجود فيها وهو البرازيلي سليساو اللعب ريال مدريد الأسباني فيناسيوس جونيور خلاني نبقى متفقين إن فينيسيوس رغم العنصرية اللي تلقاها طول الموسم رغم الضغط النفسي اللي كان عليه رغم ضعف في مستويات وتزبزب في مستويات ريال مدريد إلا إن كان فينيسيوس كان أداءه ثابت إلا كان فينيسيوس بالعكس أداءه بيتطور مش ثابت لا بيتطور فينيسيوس من اللعبة الشباب الصعدة قوي اللي فعلا عجبني جدا ثابته النفسي سقطه في نفسه رغم جميع العنصرية اللي حواليه فيستحق بجد يكون في التشكيلة معنا لموهبته الشابة وقوته كبيرة جدا نعلى شوية بالتشكيلة نعلى شوية دلوقتي مع اللاعب العاشر المجنون الأشقر اللي بتصل لكمتو السوقية لمية وتمانين مليون يورو معانا برضو في كل تشكيلة نعملها النرويجي صاحب أصول الفايكينج لاعب وهدف منشستر سيتي السنة دي إيرلينج هالند أداء رائع جدا لإيرلينج هالند مع منشستر سيتي أداء موفق جدا يخليه بقى في صدارة قائمة هدفين العالم الموسم ده وغير كده وكده في صدارة قائمة كرة زهبية هل يطارة ممكن نشوف أول كرة زهبية للمجنون النرويجي إيرلينج هالند السنة دي ولا ميسي برضو هيختفى منه خلينا نروح لآخر لعب معانا في التشكيلة اللي بيقوله عليه خليفة دون كريستيانو رونالدو اللي بتصل قيمته السوقية لمية وتمانين مليون يورو المجنون الفرنسي لعب باريس سان جرمان كليان مبابي خلوني بس أقول حاجة بسيطة جدا جدا على مبابي مبابي لازم يسيب باريس سان جرمان أنا حاس ان هو هيتحرر في الأداء لو سيب باريس سان جرمان الفريق اللي بيبقى فيه ينجوم كتير بيغرق غير كده وكده حاسس ان ما فيش شغف في أداء كليان مبابي مبابي بياخد من أعلى الرواتب اللي موجودة دلوقتي من أحسن الرواتب إلا ان هو برضو بيلعب بدون حماس منتظرين أداء أروع أداء أقوى لكليان مبابي في المواسم الجاية وبالتوفيق بجد له ويا ربي يا ربي ريال مدريد بتاعرف تضمه أو أي فريق أوروبي آخر يعرف يضمه عشان نشوف أداء الأقوى والصورة الأقوى لريال مدريد هي دي التشكيلة اللي كانت معنا النهاردة حراست المرمى دون روما زهير أيمن أشرف حكيمي زهير أيصر ديفيز البي دفاع دلخت وروبن دياس اتنين في خط الوسط جمال موسيالا جود بلينجهام وعلى اليمين هنحط ساكا وعلى الشمال هنحط فينيسيوس جونيور واتنين راس حربة أيرلينج هلند كليان بابي هيا دي أغلى تشكيلة ولو إحنا جينا نشوف سعرها بعد ما كان حراست المرمى خمسين مليون بالإضافة لسبعين مليون وسبعين مليون للزهيرين خمسة وسبعين مليون لدلخت 80 مليون للروبن دياس 110 مليون لجمال موسيالا 120 مليون لبلينجهام 120 مليون للساكا 150 مليون للمجنون بنيسيوس جونيور و180 مليون و180 مليون لكل من أيرلينج هلند وكليان بابي كده الصفقة بتاعتنا كده الفريق بتاعنا هيكلف فوق المليار 200.5 مليون يورو مبلغ كبير جدا بالنسبة للتشكيلة دات خلينا أقوله لكم تاني مليار 200.5 مليون يورو دي التشكيلة إيه رأيكم يا ريتي جماعة تقولي في الكومنتات السنة الجاية هيبقى فيها نفس اللعبة بس بقيمة سوقية أعلى ولا هيبقى فيه لعبين تانين هيسردوا اللعبة دات من التشكيلة وهياخدوا مكانهم ولا بنفس القيمة السوقية قولي ليه رأيكم والسنة الجاية إن شاء الله هنعمل فيديو زي ده ونشوف التغيرات اللي حصلت ويا رب تكون فيه منافسة أقوى يبقى فيه لعيبة أكتر بقيمة سعرية أعلى ويبقى فيه بدل اللعب اتنين وثلاثة وعشر وعشرين في كل مركز علشان ده كله بيدينا احنا عشق الكرة القدم بيدينا حماس لعشق الكرة القدم تنهاية الفيديو ياريت أكون خفيف عليكم وما تطول عليكم النهار ده عشان احنا في عيد وأكيد فيه حاجات كتيرة عايزين تعملوها كل سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته